الإحصائية تقول أن أكثر من تسعين بالمئة بمن يشاهدون فيديوهاتنا بشكل مستمر ليسوا بمشتركين في القناة نرجو دعمكم من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة نبدأ حصادنا من ملعب تسع عشر مائي ست وخمسين وتسعمائة وألف بمدينة عنابة حيث بشرت عملية تغطية مدمار ألعاب القوى بطريقة فريدة من نوغيها شعرات الدورة والرعاة الرسميين تم طبعها بالدقة عالية في مصنع طابدور بوهران وستعمم العملية لاحقا على كافة ملعب البطولة بالدويرة تستمر عملية تركيب الكراسي بالمدرجات العلوية فيما تم الانتهاء من تركيب كافة أجزاء الشاشة العملاقة الثانية على أن يزرع العشب الطبيعي في غضون أسبوعين على الأكثر بملعب نيسون منديلا ببراقي هذه سرعة الأنترنت داخل مركز الصحفة سرعة رفع البيانات تجاوزت 700 ميجابايت في الثانية ما يتيح للإعلاميين الفرصة للعمل بأرياحية وإرسال تقاريرهم في لمح البصر فيما يخص بطولة الشان دائما هذه هي الكرة الرسمية للبطولة وهذه هي الكرة الاحتياطية في حال تساقط الثلوج وهو أمر متوقع ومنتظر بولاية قسنطينة التي جرت بملعبها الشهيد حملاوي عملية تجرب ألواح الإشهار الإلكترونية كان هذا كل ما لدينا اليوم نلقاكم في حصادنا المقبل بحول الله تعالى إلى ذلكم الحين لا تنسوا دعمي بتسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة